بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي لجميع نلتقي مع كتاب الفتن لأبي نعيم بن حماد ومع الجزء الأول في هذا الكتاب الفصل السادس بعنوان ما يستحب من خفة المال والولد في الفتن وما يستحب يومئذ من المال وغير ذلك نلتقي مع تسع أحاديث نبوية شريفة بعد الفاصل تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رقم 213 عن أبي المهلب وأبي عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبل في ذلك الزمان إبلا أو اتخذ كنزا أو عقارا مخافة الدوائر لقى الله تعالى يوم القيامة خائبا غالا إسناده ضعيف الحديث رقم 214 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقة مكتبة يومئذ خير من دسكرة تغل مئة ألف الحديث منكر الحديث رقم 215 عن أبي الزعراء عن عبد الله قال خير المال يومئذ سلاح صالح وفرس صالح يزول عليه العبد أيما زال إسناده صحيح الحديث رقم 216 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشكوا أن يكون خير مال مرء مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفروا بدينه من الفتن حديث صحيح الحديث رقم 217 عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس في الفتن رب شاء في رأس جبل معتزل عن شرور الناس إسناده ضعيف الحديث رقم 218 عن ابن طووس عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل أخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيف أنه أو رجل معتزل يؤدي حق الله عليه قال معمر وحدثني ابن خفيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس في الفتن رجل يأكل من فئ سيفه في سبيل الله ورجل في رأس شاهقة يأكل من رسل غنمه حديث صحيح الحديث رقم 219 قال سهيل ابن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم فإنا والله ما أخذنا بقوائمهن إلى أمر يقطعنا قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا فإنه لا يزداد إلا شدة ولبسا فإني لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أجد أعوانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكرت إسناده صحيح الحديث رقم 22 عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليرفعن لي يوم القيامة أقوام ممن صحبني حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلقوا دوني فأقول أي رب أصيحابي أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك إسناده ضعيف والحديث صحيح الحديث رقم 21 عن أرضاء قال يقتل السفياني كل من عصاه وينشرهم بالمناشير ويطبخهم بالقدور ستة أشهر قال ويلتقي المشرقين والمغربين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث إسناده حسن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن لا تنسوا الاعجاب بالنسبة والاشتراك في القناة